إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يسيره يا الله أبواب الرزقي في السماء مفتحة تجد أن الله جل وعلا يرزقك العافية من باب وباب يرزقك فيه الرزق وباب يرزقك فيه المال يرزقك فيه الصحة يرزقك فيه الهداية يرزقك فيه ذر الأولاد ذر البنات ذر الأبناء يرزقك فيه سلة الأرحام باب يرزقك فيه التوبة باب يرزقك فيه الهداية باب يرزقك فيه البركة وهل مجرار فتصيب الذنب الواحد ذنب أنت تراه صغيرا جدا ولكن هذا الذنب أغلق عليك هذا الباب الآم وتصيب ذنبا آخرا فيغلق عليك بابا آخرا وهل مجرار أيها الأحبة إننا نعبد ربا اسمه التواب التواب الرحيم الغاقب الغفور الغفار جل جلال وتقدست أسماءه يقول في كتابه في سورة النساء والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة الله يحب التوبة من عباده الله يحب منك أن تتوب إليه أن تفتح الصبح معه كل أبواب الجنة مغلقة طول العام إلا بابا واحدا لا يمكن أن يغلق إنه أوسع الأبواب وأجمل الأبواب وأعظم الأبواب باب التوبة إليه جل جلال وتقدست أسماءه التوبة وما أدراك ما التوبة حياء عاصم وبكاء دائم ندم على ما فات والتقبال لما هو آه خلع ثياب جفا ولفس لباس وفا التوبة إلى الله هي الأمر الذي يحبه الله ينادي عباده فيقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هسدى يا الله في سورة النساء يفتح بابا للرجاء عظيم لك ولك ولي وللناس أجمعين لكل من يسمع هذا المقطع الصغير أقول له يقول الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يا الله إنه الله إنه الله من الذي يقدر السوبة الله ينادي في أعظم آياته عند أكثر أهل العلم من آيات الرجاء أعظم آيات الرجاء في فتح باب السوبة إياك 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 وإياك إياك أن تضمي أو تضمي أن الله لا يغفر لك لا مهما بلغت جنوبك مهما بلغت حيئاتك الله غفور الله غفور الله غفور الله غفور الله غفور